والاخلاص في العمل انا عايز حضرتك تتابع الموضوع ده بنفسك ارجع مع حضرتك بعد التفاصيل تمام تمام لا الروز شعرية يا فن الفرخة محمرة زيادة تمام شكرا لمون معصفر شكرا زهران امر فن اندهلي يا ابن البنت اللي عملت الحادثة والشاهد اللي معاه وتابعلي موضوع الاكل علم يا فن السلام عليكم يا فن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا مش عايزك تخافي حقك هجيبوليك بالقانون وانا مسؤول بنفسي احكيلي كده بالتفصيل ايه حصل حاضر يا فن حددتك انا كنت نازلة من الاوتوبيس مروحة على البيت اصلنا كان عندي عجميلات اه طبعا كل سلام طيبة واضح جدا يعني مش عايز التفاصيل قوي دي ها حاضر بس حددتك نزلت من الاوتوبيس روحت على الكوشك بتاع راجل الطيب ده قلت له عندك لمبادة قال لي ما عنديش غل لمبادة بالكريمة ولا ما بحبهاش بالكريمة اصحيك عايف انها بتحمي على السد انتي ما جربتش اللي بالفراغ لو جميلة جدا يعني خشي في الموضوع حاضر يا فن قلت له ببلاش لمبادة عندك معمول قال لي اه عندي المعمول قلت له بكامل معمول قال لي بجنيه خمسة وسبعين قلت له ليه ده في كل حتة بجنيه ونص سواني الكلام ده حصل حصل يا باشا ايه خمسة وسبعين ما هو بجنيه ونص في كل حتة مش عامل كده تاني ده ربع جنيدة ايه خلاص حديتك انا مسامحا اكملي ايه حديتك انا قديته اتنين جنيه قال لي معنديش فك لازم تغدي حاجة بربح قلت له طب عندك توفي قال لي معنديش توفي معنديش توفي ليه معنديش توفي ليه مش خشك معنديش توفي عشان يشلك يا بتنزلش توفي ما نديني اسم الشركة دي معنديش يا حك خلاص يا فن فكك ما توفي وركز معي يا فن معلش احكي لي بقى خبطتك ازاي كده يا فن ده ... أخذت ذلك أيضًا أكل أو أرسهميها؟ أخي إلي أصدقائك؟ أخي إلي? لم تب Buy Flos وكذلك chuba أخذتك أوك أنت تفعلي同ического فعله عنًا ما أنا أخذ له رب贴 جن. وقالhe أخذتك بشأن أدخلت إيدي وأذن عضا فيها أخذسك كثيراً وخذها từ ال�оды الأمر يجبر يا زهران أومر فند إن أهلي أبن الست هنا والسعي كده؟ ايه والسعي جانا وقفة في بيتكو نيتا خير خير ايه حضرتك اللي عايزني او مقفة او مقفة او مقفة حضرتك تكلمين بالعربي انت جاية هنا متهمة مش جاية كورس ربنا يكرمك يا بشا ويعلي مياتبك على فكرة انا وقفت بس عشان بحترم بلدي وبحترم القانون احكي لنا ايه اللي حصل اللي حصل ان الحاجة دي كانت وقفة في نص الشارع وخبطتلي عربيتي مش انا اللي خبطتك انت اللي خبطتيني انا كنت وقفة عن تربيتي اسكولتي خالص انا بكلم الزبط مش بكلمك انت باشي والزبط ده هو اللي هجيب لي حقه وانصرني ازن الله اكيد مش هتقدمني وتصدق دي يعني اكيد هتصدقها هي لانها معاها شاهد الاستاذة دي كلامها هو كله صح والهارم دي ايه ده انا بتكونش كبتاعي وخبطتها انت تكره خالص معلش بس قبل ما تكمل التحقيق بتاعك انت تعرف انت بتتكلم مع مين اه انا عارف انت بتتكلم مع مين بس اللي انا عايزة فاهمولي كفندم ان هنا ما عندناش لا خيار ولا فقوس انا عارف الخيار بس ايه فقوس يعني هنا قدام القانون الكل سواسية واللي ليه حق انا هجيبه له من عين التخين الو احواقعد قدامي كلم بابي مش هيكلم بابي انا ها ولو بابي ده مدير العامل مش هيكلمه برده مش عايزة يتكلم اوكي باعي طبعا مش عايزة تكلم عارفة ليه مش عايزة تكلم لان البلد دي تغيرت خلاص كفايا انا بقى انتوا فاكرين نفسوكوا ايه عشان معاكوا شوية فلوس وشوية سلطة هتمشوا تدوسوا على خلق الله من غير محد يحاسبكوا ايه فاهم تمام ليه عايشين في الجابة يا زهران اوهم يا فاهم خدها يا ابني على الحجز ربنا ينسوك زي ما نصرتيني يا رب ايش دي يا ابني البرتوانة انا لا حددك ما ايفعلش كلا ده ظلم ها فيك انا حياتي انا بلا حلم عليكم ايه الظلم ده حلم عليكم تواف بتروح الحجز انت الوحب فضل ظلم يا باشا الحجز اتفضل ظلم يا باشا اتفضل يا فاهم معادي بالفاقوس بقى انا بريها ولو ايه اللي خبطتني بالعرفية هي كل واحدة تيجي هنا تقولي الجملتين دول يا عم يا مالك ايه ده انت هتدخلني فين يا عم يا عم انا مش عارف اتخد كده هتحشي يا عم اه اتحشي عند عالك البسيها يعني حما ايه دك معايا والنجل حماد بقولك ايه احنا عايزين نتغفلها نعم قلبانها على سفا ونزل براشا الاول ومش قلبانها على ضوء على ضوء وماشي لا استله بس يا عم يا عم يا عم انت بتدخلنش يا عم إلا على سفا ومش قلبها ده يا عم خلاص بقى انت ما قد منكشك تحلوا واحد تقلعب بتاع دي عشان تدخولي جوه لا 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 ابوس ايه دك ابوس ايه دك الانصر برتقان على اللحم طيب بقولك ايه يعني انت حاولي بقى ايه تيجي عن نفسك شوية كده وتتغطي ورغيت ما تغشي طب وانا بي مروح يا اه 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 It's شركات خلوتي 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 Weird خلوتي يا شركات خلوتي عم sis جاي مانS sed ايه يا عجب ولا ينفعش ضها في الكلمية كده يو يا إخويا دول كلمتين بس استنى بس دي تعلمات البشر المقمود برضو وانت ده مو ماله التعليمات الواهم خد يا أخوي عمل لأ لا لا يا ابش عبش غير أجنبي اعمين الحسابك انه المرة الجاية يكون helmึ بس오�anto ان شاء الله المرة الجاي ايه يا بيت ما تمسكي نفسك شوية اجمازي كده مش قادر يا خالتي مش قادر يا عموت وادخل الحمام ومش عارفة حتى اقعد من البتاع دي مسكي نفسك بس شوية دلوقتي وبلاش تعودي خليكي وقف لحد اما شوف الزبط دا سكته ايه لو سمحت بكتب البيل وأمور فيه ايه ده؟ استاذ عبدال ايوه ابا اهلا بسهل ازايك يا استاذ عبدال الحمد لله انت مش فاكرني ولا ايه؟ سامحيني الحقيقة لا انا صباح صباح بتاعت المؤطم؟ مؤطم ايه يا استاذ عبدال انا صباح اخت شادي مرات عبدالحليم هي شادي تجوزنا عبدالحليم؟ اه صح في معبود الجماهير معبود الجماهير ايه بس يا استاذ عبدال مدفوق يا اخويا معاي عبدالحليم اخوك عبدالحليم اخويا ست صباح ازايك؟ طبعا لك حق ما تفتكرنيش ما انت بقالك زمن ما بتسألش حتى ازايك مستخسرها مستخسرها ما بتقولهاش لا ده كده بالصباح ده كده جورج وصوف ها اللحنة نهرنا ابيضة لحاجة؟ ان شاء الله يوم نسيت البيت شريهان سلمي على عمك يا شريهان ازايك يا عم ازايك يا شريهان شريهان بنت عبدالحليم اخويا يا كبرت وتدوارت يا ماشاء الله فيهم كانت منايز غنانة كده ايه يا شريهان عامل ايه يا حبيبته والله العظيم يا عمي انا مظلومة في واحدة زبالة خبطتني بعربيتها وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني انا في الحجز وهي قاعدة فوق حط رجلي على رجل حزبي الله ونعمة الوكيل فيهم يعني كمنهم راكبين عربيت يا استاذ عبدالله طبعاً ما تلاقي ابوها تاجر مخدرات ولا راجل اعمال من اللي بدفعوا رشوة قد كده المهم انت كنت جاي الاسم تعمل ايه يا استاذ عبدالله لا ما هو غالباً انا تاجر مخدرات ابو الزبالة الواطية اللي حتى رجلي على رجلي فوق وحس بي الله ونعمة الوكيل لا يا فندم الموضوع بسيط بإذن الله ثم احنا عائلة واحدة ثم شريهان ونلي بنا تعمل يا فندم انا المعلومات اللي عندي ان نلي بنت عامل بلبا اه لا بقصودش كده لا يا فندم نلي بنتي انا وشريهان بنت عبدالحليم مشادية عبدالحليم مشادية ايه يا فندم شريهان يا فندم اخته عمر خرشد يا فندم مش القصد انا فاحب حضرتها ببساطة اخوي عبدالحليم حضرتك اخو عبدالحليم اه حضرتك مش شبه وخالص لا مش عبدالحليم اللي فتباك حضرتك عبدالحليم اخوي عمنا يا رحمه اتجوز شادية خلفه شريهان خلاص ونلي بنتي انا وانا عبدالله عدك بقي كيد عبدالله مش رب هو فرغالي هو ثلتك اسمك ايه انا تايسير فهمي كمل الحقيقة عبدالحليم اخوية ما كانش شقيق يعني والتي اللي لما توفى زی ما طول سلط الراحم ما كانتش اد كده كده يعني العلاقات خفت ما بدنا يعني فطريعا البنات ما شفوش بعض من ما شفوش بعض خلص الحياة دي غلطتنا احدا القبار للأسف يا فنم يفعلها الأباء ويقع فيها الأبناء نعم أمور احنا كده مضطرين نعمل صلح بس الأنسة شريهان ما كانتش عايزة تتصالح لا إزاي مش موافقة مش موافقة إزاي شريهان يعني هترضي أنك تحبسي بنت عمك بص يا شريهان أنا هقولك ثلاث حاجات الدم عمره ما يبقى ميا والضفر عمره ما يطلع من لحم ودل الكلب عمره ما بيتهدل حضرتك لسيت واحدة إن الحرام عمره ما بيتهدل ده ما لوش أي علاقة ببعض يا فندم بجبلة عمره خلاص تمامي حضرت الزبط بس بوس إيدك خلينا أوح عشان ألعب بوتقانة دي طيب بيبقى حصل خير نيلي قوم يجوسي شريهان وسلمي عليها نيلي اه تكلمني بابي اه يا حبيبتي قوم يجوسي شريهان وسلمي عليها شريهان مين بنت عمك مين ذي اللي بنت عمي يا فندم للأسف هما مش هيقدروا يفهموا دلوقتي حضرتك تقدر تاخد العائلة الفنية بتاعتك وانا هقفل المحضر بمعرفتي نيلي وبعدين لا نعيده هنزيده الله نيلي بنت عمي بنت عمي بنت عمي أنا تبقى الجربوعة دي ما تحسب على كلامك بقى يا حبيبتي دي سكتلك من الصبح استني انت جرى ايه يا استاذ عبدال يعني ده جزاتنا يا خوي ان احنا تنزلنا هي بقى تقصدش على فكرة انا اقصد واقصد قوي ومين اصلا الست البيئة دي الا لا 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 جرى ايه بقى وبعدين يا استاذ عبدال ما تعمل كنترول شوية يا خوي حاضر هاعمل كنترول نيلي دي الست صباح تبقى خالد شاريهان واخت شادية مراط عبدالحليم روتانا كلاسك قوي اللي انت بتقوله ده يا بنت عبدالحليم دايب أخويا عمك انت ازاي مش عارفة هاو مش عارفة لانه عمرك ما كلمتني عنه لا كلمتك عنه بس انت لي ناسيا بقولك يا استاذ عبدالله احنا ولا عايزينها تفتكرنا ولا عايزين تفتككوك فايا اول حد كده يلا يا خالت لا يلا فين الله انت هتمشي ازاي بمزر ده هاو عادي هناخد واحد واربعين بشارطة يواحنا لحد البت يلا يا خاتس يحسين بتاعدي هراشتني جاء لا يا خاتس انا هاخدنك تمنية مخصوصة هدفع في اتنين جينية لا استني بس ايه يا جماعة انا هوصلكم بابي لو مش مكسوف ومش خايف حد يشوفك ده بيقوله خالتشيوك ازاي انجويت انا مشي مع نفسي ايه على طول يا اخويا مخنوه اكد ست صباحا انا بكرر اعتزاري عن اللي حصل الدهار ده نيلي والله طيبة قوي بس هي عصبية حبتين بس يسدقيني قلبها زي الفاتر بيضة بالظبط قصدك البافتة البيضة ايها بالظبط هي البافتة البيضة ولا يهمك يا سي عبدالله حصل خيب اهي بردك زي اختي الصغير بالظبط هي شكلها حلو بنت ناس بس ما شافتش تربية انا برضو مقدر الباهدالة اللي حصلت لكم النهاردة في الاسم عادي احنا متعودين على كتب بس تسدقيني رغم كل ده انا مبسوط قوي اني شفتوكم النهاردة زي ما تقولي كده ليكم شوء